اجتماع جديد بين اتحاد الكرة وكلاتنبرج في حضور ربطة الاندية الاسبوع الماضي كان في اجتماع بين اتحاد الكرة وكلاتنبرج والسبب مقرر شكاوى الاندية من التحكيم اسبوع فقط طيب ايه اللي حصل في الاجتماع الاول خلال اسبوع تغير او ما حصلش عشان يبقى فيه اجتماع تاني بعدها باسبوع قبل ما اخش مع حضراتكم في تفاصيل وكلام من اللي بيخشوا العقل مش الكلام اللي ما بيخشش العقل الكلام اللي بيخش العقل اقول لكم النهاردة اتحاد الكرة قال ايه اتحاد الكرة طلع بقان اعلامي قال فيه تكرر عقد اجتماع مشترك بين مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الاندية المصرية المحترفة مع لجنة الحكام برئاسة الانجليزي ماركك لاتنبرج وتكرر اقامة الاجتماع يوم الاثنين المقبل الساعة اثنين زهرا لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة ودراسة كيفية معالجتها ده البيان ده بيان إيه؟ اتحاد الكرة البيان الأعلامي اللي قال فيه أنه هيبقى فيه اجتماع مع كيلاتنبرجي يوم لاثنين في حضور ربطة الأندية كواليس رقم عشر كواليس برنامجنا لهذا الاجتماع أولا لحضراتكم وبعد كده ندردش مع بعض يلا بينا اتحاد الكرة أعلن عصر السابت عن عقد جلسة مع كيلاتنبرجي رئيس لجنة الحكام بحضور ربطة الأندية يوم لاثنين المقبل وهو الاجتماع الثاني مع الخبيل الإنجليزي خلال أسبوع حيث أعقد الاتحاد اجتماعا معه الأسبوع الماضي بمشروع الهدف ماشي اجتماع الاتحاد والربطة مع كيلاتنبرجي سوى الأساسي هو وجود العديد من التحفزات لتربطة الأندية على أداء لجنة الحكام في زل الشكاوى المتكررة من جانب العديد من الأندية رغم مرور 13 جولة فقط من عمر الدوري الممتاز حيث ترى الرابطة أن بصمات كيلاتنبرج لم تظهر حتى الآن ترغب ربطة الأندية في التعرف على خطة كيلاتنبرجي لتطوير التحكيم ومدى تفاهمه للأخطاء التي يقع فيها الحكام وكيفية علاجها والعقوبات التي توقع على الحكام في حالة ارتكاب أخطاء خلال المباريات رابطة الأندية ستطلب من كيلاتنبرج الرد على بعض التساؤلات الخاصة بالتعينات وعلى رأسها تكرار تعيين أسماء بعينها لبعض المباريات مثل محمد معروف للبرامدز ومحمد الحنفي وقل فرحان لفيوتشر من أهم أهداف الاجتماع هو رغبة ربطة الأندية في متابعة لجنة الحكام باستمرار خصوصا أنها المسؤول الأول عن الأندية ومصالحهم كما أن الأندية ترسل شكواها ضد الحكام للربطة حيث كانت تريد الرابطة أن تكون لجنة الحكام تابعة لها إلا أن لائحة النظام الأساسي حالت دون ذلك ترفض ربطة الأندية أي مساس بالإنجليزي كلاتنبرج حتى يحصل على فرصاته كاملة على أن يتم تقييم التجربة نهاية الموسم الجاري خاصة وأن عقده مدته موسما واحدا فقط